للمرة الأولى منذ تسعة أعوام تنشر مضادات جوية في بغداد حيث حفلت العديد من وسائل التواصل بمقاطع مصورة تظهر تركيز توزيع منظومات الدفاع الجوي غير المتطورة على أسطح المباني في منطقتين العامرية والغزالية التي تعدان المدخل الغربي للعاصمة ويقاعان قرب مطار بغداد الدولي لقطات لم يلفها العراقيون منذ حزيران من عام 2014 حين نشرت مضادات مماثلة بعد سيطرة تنظيم داعش على الموصل وتكريت وأجزاء من ديال والأنبار قيادة العمليات المشتركة في العراق بررت ما يجري بأنه مجرد انتشار روتيني لا علاقة له بتطورات داخلية وقال المتحدث باسم القيادة يحيى رسول إن نصب هذه المضادات فوق المباني الحكومية هدفه حماية سماء العراق من أي اعتداء عقب نشاط استخباري دون أن يفصح عن مزيد من المضامين بيد أن خبراء عسكريين يرون أن نشر هذه المنظومات هو جزء من مخاوف نابعة من التطورات التي تشهدها المنطقة خاصة مع المعلومات التي تتحدث عن تدخل أمريكي وشيك لطرد الميليشيات الموالية لإيران من دير الزور شرقية سوريا وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى تعرض المنطقة الخضراء ومطار بغداد إلى هجمات انتقامية بالطائرات المسيرة على يد أذرع إيران في العراق تحليلات يؤكدها الانتشار الأمني في الشرق الأوسط ووصول آلاف من قوات المارينز والقطعات البحرية إلى المنطقة لإيقاف القرصنة الإيرانية وردعها بعد قيام طهران بحجز عدد من ناقلات النفط وتهديدها لحركة الملاحة وبحسب باحثين في الشأن العراقي فإن افتقار العراق لأسلحة دفاع جوي متطورة واقتصاره على أسلحة بدائية مضى عليها زمن طويل يعود إلى أن حماية أجواء البلاد كانت من مسؤولية القوات الأمريكية لكن تلك الأجواء قد تكون اليوم هدفا لهذه القوات إذا ما أراد وكالاء إيران تحويله مرة أخرى إلى ساحة حرب مباشرة مع واشنطن وهو الذي ظل منطقة لصراع النفوذ بين الطرفين طوال العشرين سنة الماضية